السلام عليكم لمن شاء الله في الفيديو نشوفوا الأعداد الكسري أربعة المجموع والفرق تمرير رقم واحد جزأت فاطمة قطعة قطعة حلوى على شكل قرص إلى تمانية أجزاء متقايستين فأعطت لأخيها أحمد 2 على 8 من القطعة والأختها عائشة 4 على 8 من القطعة أحسب العدد الكسري الذي يمثل ما أعطتهم معا للتوصل إلى الجواب ألاحظ ما يلي ثم أتم حصة أحمد إذن حصة أحمد هي 2 على 8 لأنه مجزأ إلى 8 قطعة 2 على 8 ثم حصة عائشة أربعة حصته هي الجزء ملون بالأصفر هي 4 على 8 ثم حصتهما معا هي 1 2 3 4 5 6 6 على 8 2 على 8 زائد 4 على 8 مجموعة الكسرين أو يساوي مجموعة الكسرين لهو حصتهما معا من القطعة حصتهما معا هي 6 على 8 إذن نستنتج أن مجموعة كسرين لهم نفس المقام يساوي كسر له نفس المقام وبسطه مجموعة البسطين تمرين 2 اشترى فلاح 3 على 12 من القطعة أرضية مستطيلة الشكل باع 1 على 12 من القطعة الأرضية احسب العدد الكسري الذي يمثل ما بقي عند الفلاح من القطعة الأرضية للتوصل إلى الجواب ألاحظ ثم أتمه الكسر الذي يمثل ما اشتراه هو 3 على 12 الكسر الذي يمثل ما باعه هو 1 على 12 ثم الكسر الذي يمثل ما بقي لديه هو 2 على 12 3 على 12 ناقص 1 على 12 تساوي هذا الكسر هو ما بقي عند الفلاح من القطعة الأرضية ايه خارج فرقي هاد الكسرين اذا ما بقي عند الفلاح هو 2 على 12 اذا 3 ناقص 1 تساوي 2 والمقام نفسه اذا كذلك بالنسبة لفرق عددين كسريين لهما نفس المقام يساوي عدد كسريا بسطه فرق بسطي هاد الكسرين وله نفس المقام او مقامه نفس مقامي هاد الكسرين ثم عدنا التمرين رقم 3 استعين بالقطعة المدرجة لحساب ما يلي القطعة مدرجة هادنا هاد القياس مرتين وكل مرة مقسم الى اربعة اجزاء اذا واحد على اربعة زائد اثنان على اربعة الكسر الذي او الجزء الذي يمثل واحد على اربعة وهذا ثم اثنان على اربعة هادنا وهذا اذا نجمع بيناتهم هو ثلاثة على اربعة اذا واحد زائد اثنان سوي كذلك ثلاثة على اربعة ثم ثلاثة على اربعة زائد اثنان على اربعة ثلاثة على اربعة وهذا الجزء زائد اثنان على اربعة وهذا اذا يساوي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة الان الكسر هو خمسة ولا هو نفس المقام اللي هو اربعة او على اربعة كنت ما شفلنا بالنسبة للقطعة. ثم اربعة على اربعة زائد واحد على اربعة. اربعة على اربعة وهذا. اربعة على اربعة. هي تساوي واحد. زائد واحد على اربعة. هي هذا الجزء. ادن يساوي اربعة زائد واحد ايا خمسة على اربعة. ادن كذلك واحد زائد واحد هي خمسة على اربعة. نسبة لنا واحد ناقص واحد على اربعة. واحد هو واحد على اربعة. اعفوا اربعة على اربعة. ادن واحد يساوي اربعة على اربعة. اذا نقصنا منه واحد على اربعة لما ان هذا هو واحد على هو واحد او اربعة على اربعة نقص من واحد على اربعة مثلا هذا الجزء يساوي واحد اتنين تلاتة تلاتة على اربعة ثم واحد ناقص اتنين على اربعة واحد وهذا هو اربعة على اربعة نقص من اتنين على اربعة هي هذه ساوي اتنين على اربعة تبقى لنا اتنين من نقص اثنان تبقى لنا اثنان. اذا واحد ناقص اثنان على اربعة. ذلك واحد تساوي واحد اربعة على اربعة. اربعة ناقص اثنان تساوي اثنان. والمقام هو اربعة. اثنان على اربعة ناقص واحد على اثنان. اثنان على اربعة. وهذا الجزء. او جزئين. ناقص واحد على اثنان. نقص منه واحد على اتنان قالنا واحد على اربعة كذلك اخذنا اتنان ناقص واحد ساوي واحد عفوا هنا واحد على اتنين اذا لوحده المقام ضربه في اتنان ثم في اتنان لان نقص لدينا نفس المقام آآ غاندي بحصله على اتنان على اربعة ناقص اتنان على اربعة اذا اتنان على اربعة هي هادي النقص منها اتنان على اربعة تساوي الصفر لتوحيد المقامين عدنا المقام واحد واربعة نجد المقام الثاني نضربه البسط والمقام في اتنان للحصول على اربعة في المقام نرجع للقطعة اتنان على اربعة هي هادي وواحد على اتنان كذلك هي هاد الجزء كذلك نعتبره هو نفسه مش نعتبره هو نفسه اذا ساوي صفر بالنسبة لتمرين رقم اربعة ولاحظ الشريط ثم احسب ثم احسبه هذا هو الشريط مجزء الى عشر اجزاء هالجزء الاول مجزء الى خمسة اجزاء لنا اتنان على خمسة ناقص واحد على خمسة نرجع للشريط اتنان على خمسة لهادي نقص منها واحد على خمسة اللي هو هذا اذا يساوي قال لنا واحد اذا واحد على خمسة اذا اتنان نقص واحد ساوي واحد والمقام هو نفسه خمسة. تلاتة على خمسة ناقص اثنان على خمسة. ثلاثة على خمسة. وهذا الجزء. نقص منه. اثنان على خمسة. وهذا الجزء. نسوي واحد على خمسة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة دي على خمسة هذا هو اللي كمثلنا الكسر. دان واحد على خمسة. ثم عدنا ستة على خمسة. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اذا هذا هو ستة على خمسة. ونقص منه اربعة على خمسة. اربعة على خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة. هذا هو الجزء اللي هنقص منه. رايبقى لنا اثنين على خمسة. دان ستة ناقص اربعة تساوي خمسة. ستة على خمسة ناقص اربعة على خمسة تساوي اتنين على خمسة. ثم ستة على خمسة زائد كسر يساوي سبعة على خمسة. دان اكيد المقام هيكون هو خمسة. دان انضيفه واحد على خمسة. على ستة على خمسة تساوي سبعة على خمسة. ثم خمسة على خمسة زائد كسر مقام هو خمسة يساوي تسعة على خمسة. الان البص هو اربعة. اه خمسة زائد اربعة تساوي تسعة. ثم اتنين على خمسة زائد كسر مقامه هو خمسة تساوي واحد. اذا ما هو البسط هو تلاتة. اتنان زائد تلاتة تساوي خمسة على خمسة. اذا خمسة مقسمة على خمسة تساوي واحد. ثم نره الى الصفحة الموالية. الصفحة تسعة وتسعون. تمرين رقم واحد. باعتبار مستطيل. هذا المستطيل. وحدة لقياس مساحات اليف اكتب الكسر الذي تمثله المساحة الملونة بالاحمر. وبالازرق. عدنا المستطيل مجزة الى اثنان واربعون مربع صغير. اذا الكسر هو غيكون هو اثنان واربعون. نحسبه عدد تربيعات بالاحمر. واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة. اذا الكسر الذي يمثل المساحة الملونة بالاحمر هي ستة على اثنان واربعون. وبالازرق معناه ستة زائد ستة اثنى عشر على اثنان واربعون. ما هو اه ما مجموع المربعات الملونة باللونين الاحمر والازرق. اللون الاحمر عدنا ستة على اثنان واربعون واللون ازرق اثنى عشر على اثنان واربعون. اذا مجموع. هذا الكسرين. كاسر له نفس المقام يهو اثنان واربعون. هو مجموع يدان. زائد اثنان عشر تساوي تمانية عشر. بإحسب. أربعة عشر على اثنان وأربعون زائد سبعة على اتنين واربعون جمع كسرين. اذا الكسر او يساوي كسر اللي هو عنده نفس المقام اللي هو اتنين واربعون. اه اربعة عشر زائد سبعة واحد وعشرون. ثم اربعة وعشرون على اتنين واربعون زائد ستة على اتنين واربعون. المقام هو اربعة. عفوا اتنين واربعون. اربعة وعشرون زائد ستة تلاتون. ده الكسر هو تلاتون على اثنان واربعون. ثم اثنان على اثنان واربعون زائد اثنان عشر على اثنان واربعون. المقام هو اثنان واربعون. والبسط هو اربعة عشر. ده الكسر يساوي او مجموعة الكسرين اربعة عشر على اثنان واربعون. ثم تلاتون على اثنان واربعون زائد اثنان عشر على اثنان واربعون. المقام هو اثنان واربعون. وبسط المجموع او مجموع هذا الكسرين هو مجموع هذا البسطين لهو تلاتون زائد اتنى اه اتنى عشر لهو اتنان واربعون اتنان واربعون على اتنان واربعون تساوي واحد اتنان اوجد مقامات ثم اوجد المجموع. عفوا واحد المقامات ثم اوجد المجموع. لدينا ستة على خمسة عشر زائد واحد على خمسة عشر. اذا المقام الموحد هنا هو خمسة عشر. نكتب ستة على خمسة عشر. للحصول على خمسة عشر بالنسبة لهذا الكسر في المقام. نضرب البسط والمقام في ثلاثة. اذا ثلاثة على خمسة عشر. ومجموعة الكسرين مقام هو خمسة عشر. والبسط هو مجموعة البسطين لهو تسعة ستة زائد ثلاثة. ثم عشرة على تمانية زائد سبعة وتلاتون على اتنان وتلاتون. المقام موحد هنا هو اتنان وتلاتون. اذا نكتب سبعة وتلاتون على اتنان وتلاتون. عشرة على تمانية ضربوا البسط والمقام في اربعة مقام هو اثنان وتلاتون والبسط هو عشرة في اربعة وهي اربعون ثم مجموعهما كسر لديه نفس او له نفس المقام وهو اثنين وتلاتون والبسط هو اربعون زائد سبعة وتلاتون بس هو سبعة وسبعون ثم اثنان على تسعة زائد تمانية على سبعة بالنسبة لنا المقام واحد هو تسعة في سبعة تلاتة وستون تلاتة وستون ثم البسط الاول هو اثنان في سبعة اربعة عشر ثم البسط المقام التاني اللي هو كان لدينا تمانية على سبعة يولدنا هو تمانية في تسعة اثنان وسبعون اثنان على تسعة زائد تمانية على سبعة سوى اربعة عشر على تلاتة وستون زائد اثنان وسبعون على تلاتة وستون مجموع هو قصر له مقام تلاتة وستون والبسط هو مجموع اربعة عشر واثنان وسبعون. وستة وتمانون. ثم واحد على اتنى عشر زائد تسعة على تمانية. مقام موحد هنا هو اربعة وعشرون. بالنسبة الواحدة على اتنى عشر نضرب البسط والمقام في اتنان. اذا البسط هو اتنان. ثم بالنسبة التسعة على تمانية نضرب البسط والمقام في تلاتة. تلاتة في تمانية اربعة وعشرون وتلاتة في تسعة سبعة وعشرون. اتنان على اربعة وعشرون زائد سبعة وعشرون على اربعة وعشرون تساوي تسعة وعشرون على اربعة وعشرون. آآ تم رقم تلاتة. احول العدد العشري او الصحيح الى عدد كسري ثم واحد المقامات واحسب المجموع بالنسبة صفر فاصلة واحد زائد واحد على خمسة تساوي واحد على عشرة زائد واحد على خمسة تساوي مقام واحد هنا هو عشرة اذا نبقى لنا واحد على عشرة زائد ضربه البصل والمقام في اثنان اثنان على عشرة يساوي مقام هو عشرة والبصل هو ثلاثة اذا ساوي ثلاثة على عشرة. ثم سبعة على ستة زائد سفر باصلة خمسة. ثم سبعة ساوي سبعة على ستة زائد خمسة على عشرة. نساوي المقام واحد هو تلاتون. اذا نكتب تلاتون تلاتون. اذا بنسبة سبعة على ستة نضرب البسط والمقام في خمسة. اذا خمسة في سبعة خمسة وتلاتون. ثم بالنسبة الخمسة على عشرة نضرب البسط والمقام في تلاتة. اذا خمسة عشر. خمسة وتلاتون هنا خمسة. هنا خمسة عشر. تساوي حمسون على تلاتون. ثم بالنسبة تلاتة على تمانية زائد سبعة فاصلة خمسة وعشرون تساوي خمسة وعشرون على مئة تساوي مقام واحد هو اربعمائة. بالنسبة لثلاتة على تمانية نضرب البسط والمقام في خمسون. ثم ثلاثة في خمسون ساوي مئة وخمسون وتمانية في خمسون ساوي اربعمائة. بالنسبة الخمسة وعشرون على مئة نضرب البسط والمقام في اربعة. اربعة في مئة اربعمائة. واربعة في خمسة وعشرون تساوي مئة. تساوي مقام هو اربعمائة. والبسط هو مئة وخمسون زائد مئة وهي مئتان وخمسون. ثم واحد زائد ثلاثة على سبعة تساوي واحد اه او المقام الموحد هنا هو سبعة. اذا نضرب البسط والمقام في سبعة. اذا سبعة على سبعة زائد ثلاثة على سبعة تساوي عشرة على سبعة. تمرين اربعة. اكلت زينب ثلاثة على ستة من قطعة حلوة مستديرة الشكل. واكل مصطفى واحدة على ستة من نفس القطعة. احسب الكسر الذي يمثل ما اكله معا الف للتبصل الى جواب. الاحظ ما يلي ثم اتم. العدد الكسر الذي يمثل ما اكلته زينب. اذا القطعة مستديرة الشكل. مجزأة مجزأة الى ستة اجزاء. اذا العدد الكسر الذي يمثل ما اكلته زينب هو ثلاثة على ستة. ثم العدد او الكسر الذي يمثل ما اكله مصطفى وهو واحد على ستة. الكسر الذي يمثل ما اكله معا هو واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربعة على ستة. بأتموه. تلاتة على ستة زائد واحد على ستة. العرفنا ان مجموع عدد كسريين لهما نفس المقام يساوي كسر عنده مقام نفسه اللي هو ستة. وبسط هو مجموع هاد البسطين. اذا ثلاثة زائد واحد ساوي اربعة. اذا نص النتيجة اللي توصلنا لها عندما جمعنا بين الكسرين. ثم تمرين خمسة. احسبه. اثنى عشر على تلاتة عشر ناقص تسعة على تلاتة عشر. اه كذلك عرفنا بان فرق. عددين كسريين. هو عدد كسري له نفس المقام. هو فرق البسطين. اذا هاد الكسر. من دون مقام هو تلاتة عشر. اللي هو فرق هاد الكسرين. اذا اثنى عشر ناقص تسعة. يساوي ثلاثة. اللي هو بسط هاد الكسر. اللي هو خارج فرق هاد الكسرين. بنفس الطريقة. نكمله. اذا عشرون على سبعة ناقص اثنى عشر على سبعة. المقام هو سبعة. والبسط هو عشرون ناقص اثنى عشر. هو تمانية على سبعة. خمسة عشر على عشرة. ناقص اثنى عشر على عشرة. المقام واحد. اذا الكسر او مجموع عفوا خارج فرق هاد الكسرين. هو كسر عنده المقام هو عشرة. والبسط هو خمسة عشر ناقص اتنى عشر نسوي ثلاثة على عشرة خمسة وعشرون على خمسة وعشرون ناقص عشرون على خمسة وعشرون ساوي خمسة على عشرون تلاتون على ستة ناقص خمسة وعشرون على ستة تساوي خمسة على ستة ثم تسعة عشر على اربعة عشر ناقص اربعة عشر على اربعة عشر ساوي خمسة على اربعة عشر. ثماني ستة. اوحد المقامات ثم اتم. ثماني على سبعة ناقص ثلاثة على اربعة عشر. المقام موحد هنا هو اربعة عشر. ثلاثة على اربعة عشر. ثماني على سبعة ضرب البسط والمقام في اثنان. اذا ستة عشر على اربعة عشر. ستة عشر على اربعة عشر ناقص ثلاثة على اربعة عشر تساوي تلاتة عشر على اربعة عشر اتنى عشر على تسعة ناقص تلاتة على خمسة المقام موحد هو خمسة واربعون تسعة في خمسة خمسة واربعون لهو مقام هاد الكسرين كندربو المقام في المقام باش كنا نحصله على مقام موحد بالنسبة للبسط اتنى عشر في خمسة اتنى عشر على تسعة اتولي لعدنا مقام هوا خمسة واربعون وبسط هوا اتنى عشر في خمسة لهو ستون ناقص تلاتة على خمسة المقام هو خمسة واربعون والبسط هو تلاتة في تسعة سبعة وعشرون نسبة حدنا ستون على خمسة واربعون ناقص سبع عشرون على خمسة واربعون نساوي تلاتة وتلاتون على خمسة واربعون ثم واحد على ستة ناقص واحد على خمسة عشر مقام موحد هو تلاتون بنسبة الواحد على ستة دربنا البسط والمقام في خمسة. ثم بالنسبة الواحدة على خمسة عشر ضمن البسط والمقام. البسط والمقام في اتنان. هنا لدينا خمسة. هنا لدينا اه اتنان. اذن اتنان ناقص خمسة ساوي تلاتة. والمقام هو تلاتون. واحد على ستة ناقص واحدة على خمسة عشر ساوي خمسة على تلاتون ناقص اتنان على تلاتون ساوي تلاتة على تلاتون.